انتم تابعين حضراتكم المشكلة اللي حصلت بعد الطبيبة المصرية ويعني اعتداء عليها واهنتها واحنا بنتكلم طول الوقت انو جماعة هزي احداث فردية ماينفعش الدول تقع في بعض والمعيار ايه هل الدولة المصرية تحركت لنصرة هزي الطبيبة ولا لا وهل الاجهزة في الكويت تحركت وقلقت القبض على الراجل اللي اعتدى على هزي الطبيبة وضربها وهنا ولا لا الكويت الحقيقة كدولة وكمؤسسات لا ترضى ابدا باي اعتداء او اي اساءة لمواطن مصر ولا لاي مواطن في العالم وده امر مشهود طب في مواطن اعتدى على مواطن شتم مواطن ضرب مواطن في اي دولة من دول العالم انت انت المعيار الدولتين عملوا ايه الكويت ضبقت القانون خدت المواطن ده اللي عمل ده وحكمته مصر بتقوم بدورها يعني اتجاه مواطنيها في هذا العصر بما لا يتخال احد انت فيه لولا كورونا دي كنت تلاقي اي مواطن يحصل له مشكلة تلاقي نبيلا مكرم وقف على دماغه فاذا دي نقطة لكن الزعار الرشيدي في الانباء الكويتية وانا حابب اقرى لحضراتكم هذا المقال نصا ومقال مش طويل الحقيقة لكن بيعكس بيعكس وضعية الجزيرة ايه يعني هو بيقول قناة الجزيرة منذ انطلاقتها فضائيا في تسعينيات القرن الماضي وحتى وقت قريب بداية العقد الثاني من الالفية الجديدة كانت تدس سم اجندتها في عسل اخبارها ونالنا منها كشعب وكدولة الكثير من الاساءات واستخدمت برامجها الحوارية تحديدا لضرب الصورة الكويتية المحايدة ويمكن لاي راصد ان يعود ارشفيا وسيجد ان القناة او الموقع الاخباري الالكتروني الجزيرة نت كان يحمل نفسا معاديا للكويت ويظهر احيانا بشكل جمل استفزازية في اسئلة معدة سلفا في اي من البرامج الحوارية ولشدة ما اذتنا به الجزيرة اكتسبنا ككويتين مناعة ضد هذا النوع من الهجوم الاعلامي من الجزيرة ومن غيرها وخلال تلك الفترة التي ذكرتها كانت الجزيرة تتوقف عن الهجوم على الكويت اذا وصل الامر الى الاستعداء الدبلوماسي غير المعلم وتحترم اخبارها وتعود لحيديتها شهرا او شهرين ثم ما تلبس ان تعود الى هجومها المعتاد مرة يعتدرون ومرة يوقفون برنامجا كنوع من الاعتذار الشديد ومرة يوقفون مزيعا ولكنهم ما يلبثون ان يعودوا الجزيرة وبعد الازمة الخليجية اصبحت تهادن الكويت بشكل مبالغ فيه ولكن للأسف طبعا بتهادن الكويت لانه الكويت بتحاول ان تصلح ذات البيت لكن هو بيقول ايه الرشيدي ولكن للأسف الطبع يغلب التطبع وقامت الجزيرة عبر حساب الجزيرة مصر على تويتر بابراث خبر اعتداء مواطن كويتي على طبيبة مصرية في مستوصر وهي حادثة محلية لا تستحق ان تكون اكثر من خبر صغير في الصفحة الامنية ولكن الجزيرة قامت بنقل الخبر بل وخدش قدسيته اعلاميا وهولت من الحادثة وابرزته بل قامت بعمل اعادة رتويت له واستخدمت صياغة خبرية موجهة لتجعل هذا الخبر البسيط مثار سخط الاشقاء المصرية تعهد غريب رغم ان الحادثة بسيطة ووصلت الى الجهات الامنية وانتهت كقضية حالها حال عشرات القضايا اليومية ولكن انتقائية الجزيرة له وفي هذا التوقيت المشحول وصياغة الخبر بطريقة درامية موجهة يثبت ان الامر متعمد ومقصود وموجه ضد الكويت وبيقول زعار الرشيدي الجزيرة بالمناسبة وفي برنامج ما خفي اعظم تحاول ان تصدر البرنامج كأنه تحقيق استقصائي والحقيقة وانا هنا اتحدث من واقع خبرتي كصحافي استقصائي ان الصحافة الاستقصائية بريئة من ذلك البرنامج براءة الذئب من دم ابن يعقوب وابرز الاخطاء انه من الواضح الفاضح الشاطح الناطح ان المصدر الرئيسي لمعلومات البرنامج هي جهة استخباراتية او جهة امني وهو ما يسقط صفة الصحافة باكملها عن البرنامج ومن يقدمه ومن يعده فالصحافيون الحقيقيون لا يعملون لدى جهات امني على الاقل وفق التعريف الاخلاق للصحاف الجذيرة قد تقول ما لا يقوله الاخرون ولكنها لا تقول كل شيء وان قالت ذكرت ما تقول بتوجيه لا يخفى لا على اذن ولا عين احن السؤال لمسؤولي الجذيرة عسى ما شر شنو اللي غيركم علينا يجب ان تتوقفوا عن التلاعب بصياغة الاخبار ودس السم بالعسل اقصم بالله حنما نقصنكم انا هذا الكاتب الكويتي الحقيقة نطقة بلسان الحق في اكتر من حاجة اول حاجة انه الجذيرة تتعمد الى تهويل الاحداث الصغيرة لصنع فتن تاني حاجة زي ما انا قلت انه هذه ليست قناة هذه جهاز مخابرات علن وهو هنا قال بشكل واضح هذا الكاتب الكويتي الصادق زعار الرشيدي يا جماعة من يعملون في قناة الجذيرة ليسوا اكثر من مخبرين